أنا يعني عندي كده تصريحين ليك في منطقة الغرابة حديك بتقولي سي السيد ضايع لأنه ما بيعرفش ونعرف ما بيقدرش يعني ايه؟ لا ده كان في سياق حاجة تانية بعيدة كماما عن الهما واخدين السيد ده المصري ما بيعرفش أمال ايه الكسافة احنا عندنا نزمة موليد رهيبة بتؤكد على عطولة الرجل المصر لا 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 ده غير هما عشان بتسلوا في اله مش كده مش لقين حاجة يعملوها في الساتيلايت اه بتسلوا طيب يعني ده مش ضد كلامك لا الكلام ضايع لأنه ما بيعرفش ويعني ايه نعرف ما بيقدرش ما قلتش كده أنا قلت بسياق حاجة تانية بعيدة خالص عن الموضوع ده احنا كنا منتكلم على الراجل اللي بتكلم كتير في الموضوع ده بيبقى راجل ما بيقدرش كل اللي بتكلم كتير ده ما بيقدرش يعني اللي يقولك أنا بتجوز عشرين واحدة وانا مش عارفة ايه ده ما بيقدرش سامعها فوزي اه سامدينا واحد اسمي فوزي ايه اللي بتكلم كتير ده ما بيقدرش اش قاعدة علمية يا جماعة ده وبيت نظر خاصة على فكرة مصر من مصر بتيكي بعد السعودية في بيع الفياجرة اه طيب المعاشرة بالإكبار اغتصاب يعاقب عليه القانون الإنجليزي ولابد من تطبيقه المعاشرة بالإكبار اغتصاب يعاقب عليه القانون الإنجليزي اللي بينام مع مراته غصبا عنها ممكن تبلغ عليه وبيعتبر انها اغتصاب شكرا